إذن تحدثنا عن الملف الكوري الشمالي الأمريكي قبل الفاصل ترامب أعلن البيت الأبيض بأنه ترامب أعلن زعيم كوريا الشمالية في رسالة بأنه ألغى القمة التي كانت منها المتوقع عقدة في سنغافورة بين البلدين سيد سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية معي من الرياض مساء الخير أهلا بك معنا سيد سالم إذن ضمن ما الذي حدث ألغيت يعني كان فيه تردد في اليومين الأخيرين ولكن الكثيرون من المراقبين لم تصل توقعاتهم إلى أن تلغى القمة أهلا وسهلا أختي الكريمة مساء الخير لحضرتك للسيدات والسادة المشاهدين في الحقيقة الكل في الحقيقة لم يكن يتوقع أن تصل حالة الاحتقان فيما قبل القمة التي عكستها مجموعة من التصاريح بين الجانبين إلى درجة الإلغاء ولكن يجب أن نتوقع كل شيء في العلاقات الدولية والشيء الآخر وأنا ما أعتقد أو أركن إليه أن إلغاء هذه القمة لا يعني إلغاء حالة الانفراج في العلاقات الكورية الأمريكية ربما يكون حالة مؤقتة حالة الإلغاء وربما حالة التوتر العالي حتى برسالة ترامب يعني حتى ترك الباب موروبا قال بأنه ممكن أن يوما ما أن تعقد يعني إذا سمحتي لي الجانبين حقيقة محكمين بالتاريخ ومحكمين بنظرة كل طرف إلى نفسه التاريخ يخبرنا أن هناك علاقات متوترة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وربما بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة عبر القرارات التي كانت داعمة للحصار عليها الشيء الآخر الجانب الكوري لديه كم كبير من عدم الثقة حقيقة في تحرك الجانب الأمريكي واستمعنا في الفترة الأخيرة لكثير من التصريحات المتخوفة والمتخوفة جدا والتي قارنت الرغبات الأمريكيين بأن يضعوا كوريا الشمالية في الوضع الذي وضعت فيه ليبيا في سنة من السنوات بمعنى تجريدها من كل شيء وتخريبها وحتى تدمير النظام الجانب الأمريكي في هذه المرحلة وفي مرحلة التعالي السياسي التي تعيشه الإدارة الأمريكية بمجموعة من الأقطاب فيها الخارجية ونائب الرئيس وسيد الرئيس هؤلاء اليوم يشكلون أنا في تقدير مضخة كبيرة لضخ السياسة الأمريكية كما تراها الإدارة الأمريكية وهي في الحقيقة الآن مشغولة بتحقيق الإنجاز كاملا الجانب الأمريكي اليوم في تقديري هو يريد إنجاز كاملا لا يريد الدخول في مفاوضات ما لم تكن نتيجة معسومة هذا غير مألوف في العلاقات الدولية وحتى في العلاقات التجارية ولكن هذا الذي بيئ على الطاولة اليوم وربما أنا أزعم أن الجانب الكوري ربما في بعض الضغوطات وبعض القراءات الخاصة بالمحيط الدولي وبعض الظروف الاقتصادية المحيطة بالجانب الكوري ربما يكون هناك تقارب أكثر خاصة أن الجانب الكوري اليوم أعلن عن حسنية في تدمير منشئة الشيء يتشكك ويقول أنا أقدم نوايا وهذه النوايا أريد في مقابلها نوايا في تقدير الأيام القادمة ربما ستكشف لنا عن مسار جديد وكان هذا الحديث سابقا وأن كوريا الجنوبية أن تشهد على هذا الموضوع صحيح سيد سالم قدمت واعتبرت بأن هذه نية حسنة جدا ولكن انتهى الموضوع وكوريا الشمالية أصلا قالت بأن الأمر يعود لواشنطن إذا كانت تريد أن تمضي بالاجتماع أو بمواجهة نووية من جديد عاد التهديد وبرسالة ترمب أيضا قبل قليل قال بأنه شدد على قوة ترسانة نووية الأمريكية هل عدنا للغة التهديد ولتفاخر كل منهما بالنووي أنا أعتقد أن لا أحد يشكك بقدرة الجانب الأمريكي سواء كان بالجانب النووي أو بالعسكرية التقليذية الذي هو اليوم الأول في العالم والذي يوصف بالرقمي والمتقدم جدا ولكن عندما قارنته بما لدى الجانب الكوري الشمالي الجانب الكوري الشمالي لديه قدرة على التخريب قدرة على التهديد قدرة على تزويد الأطراف غير مرغوبة في كثير من محيطات المنظومة الدولية التي تهدد الأمن وسلم الدوليين لكن الجانب الأمريكي أنا أعتقد اليوم أنه ينظر إلى نفسه بطريقة أكثر اختلافا وهي طريقة من يريد أن يدخل إلى عملية تفاوض وعملية لقاء وعملية علاقات دولية لكنها مضمونة النتائج هذا ما تفكر فيه الإدارة الأمريكية الجانب الكوري ربما لديه مرونة أكثر وأنا أعتقد أن هذه المرونة التي تبديها اليوم وأبدتها في السابق كوريا الشمالية ربما تكون هي الباب الآخر الذي ترج إليه العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية في المستقبل مرونة يعني ما الذي يجعلك تقول مرونة طبعا مش شخصية الزعيم ولا المؤشرات بس هل هي احتياجات البلد الوضع الذي وصله من الناحية الاقتصادية من ناحية العزلة من ناحية عدم الأمان نظامه أصلا بالداخل يعني ما الذي جلبه للسؤال الأبرز يمكن منذ البداية ما الذي جلب كيم جونغ أون لطاولة المفاوضات أساسا لعل من الأشياء المهمة في الحقيقة يعني هو الوضع الداخلي الوضع الاقتصادي هناك وضع اقتصادي متأزم متأزم جدا ويعني زادت مجموعة من العقوبات الأمريكية وهذا في تصريح الرئيس الأمريكي أنه إذا يعني ضعفت الولايات المتحدة الأمريكية يعني سياسة إما أو ضعفت العقوبات الاقتصادية ربما الجانب الصناعي والزراعي في كوريا الشمالية ربما يشهد يعني ضعفا وتدميرا غير مسبوق الشيء الآخر هناك يعني حزب القرارات الدولية التي تدين الجانب الكوري الشمالي بتجاربها المستفزة للعالم هناك شيء آخر أيضا هو الحلفاء التقليديون وهم يعني دوليون ومنهصين ورأينا في الفترة الأخيرة أنها بدأت تضع يعني كوريا الشمالية في مواجهة الجانب الأمريكي والجانب الدولي بمعنى أن الحلفاء بدأوا يتخلون عنها كل جملة هذه الأمور في تقديري يعني ربما تدفع الجانب الكوري إلى أن يبدأ أكثر من مرونة ولعل يعني أديث عن الجانب الكوري بالالتزام بإخلاء شب القارة الكورية من السلح النووي كان شيئا واعدا وتحدثنا عنه قبل فترة بأنه انفراج حقيقة ولكن كله تحدث ورحب به هذا الانفراج في تقديري لا تزال أبوابه مواربة إلى الآن أنا أشكرك جزيلا من رياض سالم يامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية